مرحبا لكم تحياتي متتبعين قالت مصطفلوك صراحة هذا النقش بكل صراحة النقاط لخص الوالد الرجراجي يتجاوزهم يعني هم نقاط بحنقلون ونقاط ضع بحنقلون لما صراحة مبغيناهمش نشوفهم مرة تانية ونشوفهم مرة مرة تتربتها لأنهم نقاط ضعف واذا سنقول لكم هذا الأول نقطة ضعف المنتخب المغربي هو الاحتيارم المطلق الاحتيارم كان نحاول أن نضروع عليه ونعاود أن نضروع عليه ونعاود أن نضروع عليه لأنه ما صالحش من المنتخب المغربي حتى يستمتع الخصم لا يستمتع الخصم لا يستمتع لأنه يريد أن يستمتع وكذلك يوجد لارين وطنين كيف يلعبونه وكذا هذا الضروف لماذا لا تنجبه هذا شيء نحن نحن لديه مع المنتخف في الكمبيتنسي هذا هو السؤال الذي سنفصله وليس لنا صراحة يجبنا على أي شخص يجبنا على تراحاته لأنه من الضروريات لماذا المنتخف يتحدث مع تيلي كيف يستخدمه وإذا كان مع تيلي في الكمبيتنسيون رميه وإنه يكون يقف قفل وإنه يتحدث هذا من جيو لا يتحدث مع تيلي لا يتحدث مع الجورجيا لا يتحدث مع باراقواي لا يتحدث عنه حتى المدرب يكون عنده كيف يتحدث عنه لا يتحدث عنه يتحدث عنه سماكي يتحدث عنه لا إذا هذه نقطة مهمة التي تحتاج الموليد الرجل يتحدث عنه وكيف قد تعليقات لكم الثاني الثاني الضهر الغانم السيس يتحمى يركز على الضهر الغانم السيس هذا مهم كثيرا لأنه لا يتحدث عنه خطر كبير الثاني الملاعب الذي لا يتحدث عنه هذا الملاعب الذي لا يتحدث عنه يعني ملاعب نقص ملاعب في حالة كرواتية كانت نقص ونحي ونقص ملاعب إذا كانت ملاعب الذي كانت عمله أجنحة وإذا كانت ملاعب الزيج ومن الملاعب لأنه لا يتحدث عنه أجنحة صعر يتحدث عن العناء المراحة يتحدث عن ملاعب تحسين ومن الملاعب لأنه لا يتحدث عنه لا يتحدث عنه لا يتحدث عنه لا يتحدث عنه وإنما أجدت فرصة ما يتحدث عنه والمدرم ليس لتحدث مرة مدخل نفس اللعب الزلزولي في حالة ما البلوكاج نتعلموها مزيد عندما يكون عندك البلوكاج تحاول الدخل الملاعبي الذي لا يقتل على احتكاك مع المدافعين يعني يجبك حلول آخرين يجبك الحل يجبك الحل يقرب المدافع يجبك الحل يجبك الحل يجبك الحل وكما كانت الكرواتية وكما كانت حلونا محاولة زياش وكانت معها محاولة على الايصار من بوفال وكما كانت أمانا أن يدخل أنا الزلزوري بالحق للأسر لا يوجد وهذا يتوقف على المدرب إذا المدرب نحاوله ولد الرقرقي صراحة إذا كنتم تفقين معنا اكتبونا في الكومنتاريو وإذا كنتم تفقين أرأيكم في الكومنتاريو كتمنا لكي نزيد القدام في الدرداشة وفي هذه المداكرات وهذا هو أنه قتل خاصة المنتخب المغربي يتجاوزهم الملاعب اللي لا تشاهد في اليوم إذا كان لديك شيء بلوكاج بلا ما توقع تخليدك مغلب عليك في البلوكاج وكذا حيدك يجب أن نستيل اللعب يجب أن نستيل اللعب البنكيو حاول تستفد من اللي هم جايزين فيه لأنهم لا تشاهدون في البنكيو يجب أن نشاهدهم حيث كنتم في البنكيو بعض الملاعب اللي لا يستحقوا يكونوا في الدرد كثير من اللي في الدرد يستحقوا يكونوا في اللعب كثير من اللي هم اللي اللي اللعب كنش دي رقصة نشاهده لكي المشكلة مع يونس يوسف نصيري دخل يوسف نصيري دخل من بعد دخل ملعب ياخرين نشوفه وخرجوا مدخل يوسف نصيري يوسف نصيري صالح يدخل من اللي يكونوا المدافعين لا ولا بوفال من اللي يكونوا المدافعين عياو مدافعين سيرتكبر أخطأ على بوفال ويرتكبر أخطأ على يوسف نصيري وهذا يلطف مصلحة من اللي كيب منتخب مغربي ومفصالح وليد الرجل إذا تحية غدا إن شاء الله تفرجوا برددو وهذه رسالة الولد الرجل والرسالة لكم كل المتتبعين القناة المشتظلوك ونتذكروا وندروا تشوف هذه المسألة هذه وتحية مع مغربي ونتمنى الفوز إن شاء الله للمنتخب المغربي باش يدخل في وشكرا على كل من دعم القناة كل من دار جيم كل من دار تعليق ونحن في اتصال وفي تواصل وفيفا مغرب وأملنا في المغرب يلعب الإقصائيات ويلعب ويتأهل بوجه مشرف الكرة المغربية ودائما أنا دائما يستحضر الروح العربي بنبارك اللي هو أحسن وأول أحسن لاعب في العالم واللي بغينا نهدينه شي حاجة وبغينا نستحضره تاوى نستحضر بأن أول أحسن لاعب في العالم ره كان مغربي ره كان مغربي